السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلب الشعب المعمرية تخصص اعمال البناء. اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تخطيط وادارة الانتاج. نتكلم فيها النهاردة ان شاء الله عن مراجعة عامة عن المادة اللي احنا اتكلمنا فيها من بداية العام الدراسي. وقلنا ان هي بتنقسم الى تلات اجزاء. جزء مواصفات وعطاءات. الجزء التاني كميات. الجزء التالت حساب تسمين لبنود الاعمال. تعال نشوف ونتكلم النهاردة مع بداية مشوار تمانين درجة. من المادة ستين درجة عفوا. عايزين نكسب وما نخسرش اي نص درجة في المادة ديت. المادة بتاعتنا سهلة. بس محتاجة تركيز. وتعالى نشوف مع بعد كده هو مجموعة الاسئلة اللي احنا هنركز عليها. ويرد الطلبة بتاعتنا تكون محضرة وراء ووراء وقلم. وتكتب معي الاسئلة المهمة ديت وتركز عليها. وان شاء الله من الله هتلاقي معظم الاسئلة اللي احنا بنتكلم عليها ديت موجودة في الامتحان. واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح. والمجموع كمان مش النجاح بس مجموع عالي ومتميز. وتعالى نشوف مع بعد اول سؤال في حلقتنا النهاردة ان شاء الله بيقول ايه? وراجعة تخطيط ودارة انتاج. اول سؤال بيجي بيقول ما هي قيمة التأمين اللي ابتدائي المصاحب للعطاء? يبقى احنا كده هنبدأ في الجزء الاول من الحلقة هنتكلم فيه عن العطاءات والمناقصات. اول سؤال بيتكلم عن التأمين اللي ابتدائي. التأمين اللي ابتدائي بنتكلمنا فيه في بداية منهجنا. وقلنا ايه يا باش مهندسين? قلنا انه هو بيزبط مدى جدية نركز مع بعض وما نتوشي من بعضينا. تمام? يبقى احنا بنتكلم على التأمين اللي ابتدائي عبارة عن ايه? تمام? بنفكر بعد وبنقول ان التأمين اللي ابتدائي عبارة عن ما اثبات مدى جدية المقاول المقاول تمام? والمهندس ومهندس المقاول لمدى جديتهم في دخولهم في الايه? في العمل والمؤيسة او تنفيذ المشروع. تمام? طيب عندنا التأمين اللي ابتدائي عبارة عن ايه? عبارة عن ان انا باخدي المؤيسات بعد ما حولت المؤيسات الرسومات بتاعتي حولت الرسومات ليه كميات جدول كميات? واتليه بنود البنود دي بند الحفر بند الخرصانة بند الايم بند المباني بند مثلا التشيبات بند الطبقات العزلة كل اللي بند اعرف الكمية اللي انا هنفذها ايه? بعد ما بنفذ الكميات ديت يا باش مهندس. تمام? او بعد ما بعمل الجداول ديت بحولها لقراصة مواصفات. ايه? وبفرضها. وبعلن عنها في جرائد رسمية. الجرائد الرسمية ديت. المهندسين او الشركات المؤولاد بتنزل وبتشوف القراصات دي. القراصة المواصفات والعطاءات ديت. بنودها ايه? شروطها ايه? البنود اللي هيتم تنفيذها ومواصفاتها عبارة عن ايه? وبناء عليه هيتم عمل مؤيسة لكل بند. المؤيسة ديت فيها حساب كميات. ايه? وتسمية. ويتملي الجدول او البند ده. سعره هيكلفني كام? الخامات اللي هي. الخامات اللي انا هحتاجها عشان تنفيذي البند ده. المعدات اللي انا هحتاجها. كل كل الحاجات ديت بتبقى موجودة في الكميات وموجودة ومذكورة في قراصة الايه? المواصفات. هستلم من هستلم من المهندس المقاول هستلم الشروط او هستلم العمل بناء على الشروط اللي محتوطة في قراصة الايه? المواصفات. طب كل كل المقاولين بيخشوا طب مين اللي ليه جدية ومدى بيثبت لي مدى جديته في تنفيذ العمل اللي هو هيدفع لي اللي هو التأمين اللي ابتداء كم تؤديه اتنين في المية. طب تعال نشوف مع بعض الخطوات اللي هو هنتبعها ما هي قيمة التأمين اللي ابتدائي المصاحب للعطاء. يجب على مقدم العطاء ان يوضع في خزانة الشركة او صاحب العمل تأميناً ابتدائياً قدره اتنين في المية. اتنين في المية ممكن يا شباب اتنين في المية دي مش شرط ان هو يجيب لي السؤال كله كامل كده هو تقول لي ايه تكلم او اشرح او وضح اه للتأمين اللي ابتدائي. لا ممكن يقول لي قيمة التأمين اللي ابتدائي نقط يجب هالف اكمل. قيمتها قدي قيمة التأمين اللي ابتدائي اتنين في المية من من المبلغ بتاع الايه البند اللي انا هنفزه. يبقى التأمين اللي ابتدائي قيمتها قدي اتنين في المية. نركز على النقط اللي هي موجودة ما بين السطور ديت مهمة جداً. تمام? تعال نكمل مع بعض. يبقى يجب على مقدم العطاء ان يوضع في خزانة الشركة او صاحب العمل تأميناً ابتدائياً قدره اتنين في المية من قيمة مجموع عطاءه. ويسدد اما نقداً او بخطاب ضمان صادر من احد البنوك ويستبعد اي عطاء لا يدفع عنه هذا التأمين قبل المعادل المحدد لفتح المزارين. التلمتين اللي احنا قلناهم دلت عبارة عن ايه? واجب على المهندس. مهندس المقاول. تمام? ان هو هيروح بعد ما بيعمل الكميات بتاعته. بيعمل العطاءات والمناقصة بتاعته. تمام? بيقدم العطاء بتاعه في الظرف المغلق. الظرف المغلق ده عارف قيمة العطاء اللي هو قيمة المبلغ اللي هو هينفزه قد ايه? يدفع قيمة اتنين في المية من القيمة العطاء ده. قيمة العطاء ديت هيدفعها فين? هيدفعها في خزينة في خزينة الشركة او يدفع او يودعها عندي ايه? صاحب صاحب العمل. تمام? قيمة المبلغ ده. طيب. لو انا الكلام ده لو انا لو ما اتدفعش النقدي. هيتقدم ازاي يا باش مهندسين? هيتقدم بخطاب ضمان وصادر منين? صادر من احد البنوك. طيب ده بيثبت مدى جدية ايه? الشغل. ان الراجل ده جد في شغله. تمام? بعد كده هو هتيجي تقول لي. طب في في مقاولين مش هيرسع عليها العطاء. راح عليها كده هو قيمة التأمين. لا يا باش مهندس. هيترد قيمة العطاء. قيمة التأمين اللي ابتداء ده. بمجرد ان هو يتم اعلان. مين اللي رسع عليه العطاء? تمام? هي هيبدأ يرجع القيمة التأمين اللي ابتداء ده للمقاولين اللي هم ايه? لم يرسع عليهم ايه? العطاء. تمام? طب في واحد يجي يقول لي مسلا ايه? طب انا انسيت ان انا مسلا مقدمتش او دفعت الفلوس اللي هي قيمة التأمين اللي ابتداء. خلاص يا باش مهندس يتم استبعادك قبل ما ابدأ افتح المظاريف عشان اشوف اقل سعر واقل تكلفة واجود شغل. زي الشغل اللي انا هعمله ده. قيمته مسلا اقل لحاجة. بس في نفس الوقت جودته عالية. عن طريق المناقصة والعطاء. تمام? لان انا حاطيت لك شروط في كراص المناقصة. تمام? يبقى كده هو انا بضمن جودة الشغل بتاعي. جودة العمل بتاعي. بقى اللي تكلفة. لو انت ما دفعتش يا باش مهندس. ايه المبلغ ده? يبقى يتم استبعاد الايه? يتم استبعاد العطاء اللي انت قدمته. لان انت كده مش جد في شغلك. تعال نكمل مع بعض. يعتبر التأمين الابتدائي اثبات لجدية المؤولين في الدخول في المناقصة. وتنفيذ تعهداتهم. فيما لو قبلت عطاءاتهم. تمام كده? طب نيجي بعد جودة نقول اما تأمينات من لم تقبل عطاءاتهم. الناس اللي الشباب بتاعنا اللي بيسأل او بيفقر ما بينه ما بين نفسه يقول لك ايه? طب كل المؤولين قدموا ايه? التأمين قيمة التأمين اللي ابتدائي من قيمة المبلغ اللي هو العطاء بتاعه. مسلا ايه? مليون جنيه. يبقى اتنين في المية من قيمة ايه? المليون او نص مليون جنيه. يبقى قيمة الايه? الاتنين في المية اللي هي هتدفعها. هتدفع النقدي او عبارة عن ايه? بخطاب بخطاب دمان من ايه? من احد البنوك. تمام كده? طيب. لو في حد ما 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 دفعش قيمة التأمين ده ايه اللي هيحصل? يتم استبعاد. يتم استبعاد الايه? العطاء بتاعها. اما تأمينات من لم تقبل عطاءاتهم ايه اللي هيحصل لهم? فانها تردي اليهم وكزلك خطابات الضمان تردي الى البنوكة التي ايه? اصدرتها. يبقى انت لو دفعت فلوس نائدية يبقى حضرتك ايه اللي هيحصل? هترجع لك الفلوس النائدية اللي انت دفعتها. لو انت حضرتك البنك اللي ورد خطاب ضمان يبقى حضرتك على طول هيرجع خطاب الضمان دوت للبنك اللي انت ايه? اللي صدر منه الخطاب الضمان. ده في حالة ان ايه? لم يرسع عليه ايه? العطاء. طب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. ايوة التأمين زي ما اتكلمنا على التأمين اللي ابتداي نتكلم على السؤال التاني ومهم جدا وممكن يجي لي في الامتحان ويقول لي تكلم عن التأمين النهائي. قلنا التأمين اللي ابتداي قمته كم في المية? اتنين في المية من قيمة العطاء كله. تمام كده? خلاص رحت دفعت عشان اثبت حسن النية. اثبت جديتي في الشغل ان انا لو في اي عقوبات انا ما نفستهاش ووقعت علي ما نفستش مسلا عمل او عملت مسلا عمل غير مطابق للمواصفات هيتم خصم هيتم خصم المبلغ مني او اتأخرت في العمل هيتم خصم اي تأخير او اي غرامة او اي عقاب تمام? هيتخص من قيمة التأمين اللي ابتداي بس لسه ما كملناش. هيجي يقول لي في عندي قيمة تأمين النهائي. قيمة التأمين النهائي ده يا باش مهندس عبارة عن ايه? وبتدفع امتى? بعد ما بيبلغك يا باش مهندس ان تم فتحنا المظريف ورصناها تمام? وبدأنا نفتح اول ظرف ونشوف قيمة الزرق اللي المظروف الاول تمام? قيمة العطاء بتاعه قدي ايه? لغاية ما نوصل لاخر خطاب او اخر ظرف من المظريف بتاعت العطاءات اللي متقدمة ونشوف طبعا كل واحد مقدم كل مقاول المقدم او كل مهندس مئة والمقدم تمام العطاء? مقدم بناءة عليه? كراسة المواصفات والشروط اللي انا قلت لك يا باش مهندس وهتمضي عليها الشروط انت هتنفذ لبند الحفر ده بالمواصفات ديت بالايه? بالابعاد دي بالمعدات ديت وشارتها عليك. انت وافقت على كده? قدمت قدمت قيمة العطاء ان انت هتنفذ البند ده بالايه? بالمبلغ ده? يبقى انت ده قوة انت موافق على التنفيق على الشروط ديت يبقى انا في الحالة ديت هتسلم منك شغل بتكلفة طبعا كل المقولين هيقدموا في الحالة ديت هتطر ان انا مش هتطر بقى ان انا لما نفتح المظريف هنوصل لاقل عطاء لاقل قيمة عطاء ورسع عليه وبلغوا كمام? ان انا قابلت العطاء بتاعك ولما لما اتقبل العطاء بتاعك يا باشماندس ايه اللي حصل? حضرتك واجب عليك ان انت في خلال عشر تيام من ان انا بلغتك بانه تم قبول عطاءك تدفع قيمة التأمين النهائي قيمة التأمين النهائي دي قيمتها دي خمسة في المية طب انا لسه هدفع خمسة في المية وفي اتنين في اتنين قبل كده لا يا باشماندس ده انا هكمل على اللي اتنين اللي هما في الاول اللي هو اللي انا حطيتهم ما بين قوسين كدوات اسمهم ايه قيمة التأمين اللي ابتدائي انا دفعت اتنين في المية اكمل عليهم لغاية ما وصل لخمسة في المية يعني انا هدفع تلاتة في المية على اللي اتنين اللي كانوا ميه محتوطين في الخزنة قبل كده يبقى خمسة في المية من قيمة العطاء في مدة المدة دي يتقديه عشرة ايام من تاريخ ان انا بلغتك ان تم ان العطاء تم ارسع عليك طب تعال نشوف كده السؤال مع بعض تكلم عن التأمين النهاي يجب على صاحب العطاء المقبول ان يؤدي خلال عشرة ايام ممكن تجيلي في الجزية دي اكمل زي ما انا جايبها لك كده يا باشماندس ويقول لي على صاحب العطاء المقبول ان يؤدي خلال النقط النقط دي المدة دي اديه عشرة ايام اللي هو هيدفعهم قيمة التأمين اللي ايه التأمين النهائي طيب تبدأ من اليوم التالي لاختاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبل عطائه هيدفع ايه التأمين النهائي الذي يكمل التأمين الابتدائي الى ما يساوي ايه حل عشان اوصل لقيمة الايه الخمسة في المية من قيمة العقد وذلك ضمانا لجودة الاداء والالتزام بشورة الايه العقد طيب تعالى نتكلم على سؤال ثالث وبيجي في الامتحان تمام لما يجي يقول لي لغة العقد اللغة الرسمية للعقد اللغة اللغة الرسمية بتاعت الدولة بتاعت اللغة الايه اللغة العربية يبقى انا لما يجي اعمل عقد واكتب عقد يبقى اللغة العقد اللي يعتبر اللغة الايه اللغة العربية طيب يجوز ان انا اغير اللغة العربية لاي لغة تانية اه في حالات ان انا ممكن مسموح لي ان انا اغير اللغة ديت للغة اخرى امتى او الحالات ايه هي اول حاجة لما يكون المقاول او المهندس اللي انا هتعامل معاه ممكن يكون قاعد في دولة اوروبية او دولة مسلا اجنبية دولة اجنبية هخاطب المهندس ده? ماشي? يبقى في الحالة دية هعمل العطاء بتاعي بلغة اجنبية. حسب اللغة البلد بتاعتي. بس العطاء بتاعي الاساسي مكتوب باللغة الايه? باللغة العربية. عشان ما نختلفشه مع بعض ونزعل ونروح للمحاكم. لا اللغة الرسمية بتاعت الععد اللغة الايه? اللغة العربية. طيب. ممكن اه ممكن اغير اللغة? اه قلت لك يا باش مهندس. لما لما حضرتك بيكون بتخاطب مهندس او شركة موجود في موجودة في دولة ايه? في دولة اجنبية. يبقى في الحالة دية انت بيه? ممكن تعمل عقد او تعمل عطاء. تمام? العقد ده بلغة بايه? بلغة اجنبية. يتم ترجمته على تكلفة المهندس. ان هو يغرم ان هو او مخاطبات. اي مخاطبات هتم يتم ترجمتها على نفعة المهندس يا باش مهندس. طيب. بعد كده احنا حددنا ان هو يجوز ان احنا نغير اللغة اه يجوز. بس لو حصل اختلاف او لبس في الايه? في الفهم الايه? في فهم الامور. او في بعض الايه? في بعض النقط او في بعض الايه? البنوت في تنفيذ البنوت. هنعمل ايه? نرجع للعقد اللي هو مكتوب باللغة الانجليزية. لا يا باش مهندس. نرجع للاساس بتاعي اللي هو العقد باللغة الايه? باللغة العربية. تعال نشوف مع بعضي كده. لما يجي لي سؤال ويقول لي تكلم عن لغة العقد ومتى يجوز تحرير العقد باللغة الاجنبية? امتى قدت بالعقد? باللغة ايه? باللغة اجنبية. اول نقطة تكون اللغة العربية ممكن تجيه لي اكمل برضو. يبقى تكون نقطة هي المعتمدة في تحرير وتفسير العقد وتنفيذه. يبقى اللغة الايه? اللغة العربية. طيب. بعد كده النقطة رقم اتنين يجوز تحرير العقد بلغة اجنبية ازا كان العقد مبرما مع مقاول اجنبي. يبقى انا عملت اتفاق او عملت عقد مع مقاول ايه? مع مقاول اجنبي. او مقاول مقيم في دول ايه? في الخارج. او في الحالات التي توجي بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الحكومة. لو الحكومة بتاعتي عاملة اتفاقات وعقود مع دول اجنبية اخرى يبقى في الحالة ديه لازما يبقى العقد معمول بالايه? باللغة باللغة اجنبية. لغة انجليزية لغة فرنسية ايطاليا المان. اي لغة اجنبية. بس الاساس بتاعي اللي هو اساس العقد هيبقى باللغة الايه? باللغة العربية. طيب. النقطة رقم ثلاثة. تكون المراسلات المتعلقة بهزا العقد باللغة الايه? هخطبك? هبدأ اخطبك باللغة الايه? باللغة العربية. ومع ذلك يا جزل المقاول استعمال احدى اللغات الاجنبية مع ترجمتها على نفقته الى اللغة الايه? يبدأ يترجم على نفقته باللغة الايه? العربية. في حالة وجود نزاع بسبب وجود اختلاف بين النسخة المحررة باللغة العربية. وتلك المحررة باللغة الاجنبية يرجع الى النسخة المحررة باللغة الايه? العربية دون غيرها. ما جيش تقول لي نرجع بقى اللي لا اللغة الانجليزية او الالمانية او العقد بتعمل اللي هو معمول مسلا باللغة اجنبية لا يا بشمانس. نرجع للاساس بتاعي اللي هو اللغة الرسمية بتاعتي في الدواء في البلد اللي هي اللغة العربية. يبقى انا ارجع لاساسي اللي هو الليه اللغة العقد اللي هو مكتوب باللغة الايه? العربية. تعال نشوف سؤال تاني. ما هي مدة سرايان العقد? او مدة سرايان العطاء? مدة سرايان العطاء. بيتم قد فيه خلال قد ايه? او ليه صلاحية زي ما بنقول? ليه صلاحية العطاء? اه ليه صلاحية العطاء. صلاحيته قد ايه? ثلاثة اشهر. طيب بتبدأ التاريخ الصلاحية او ثلاثة اشهر ديت اللي ممكن تجيلي برضو في اكمل ان مدة سرايان العطاء بتبدأ او يجيب لي اختار من بين الاقوس ويجيب لي تلات اختيارات ويقول لي مسلا شهر او شهرين ولا تلاتة او عشر شهور حضرتك هتختار مدة سرايان العطاء مدته قد ايه? تلات شهور. طيب تلات شهور ديت. خلاص يعني قاعدة سابتة ما تتغيرش ان العطاء بتاعي مدته تلات شهور. تمام? قرآن انزل دستور انزل ما يتغيرش لاي يا باشماندس. سلامة في حجم عمل كبير. في حجم عمل كبير وهيتم تنفيذه يا باشماندس. يبقى انا في الحالة دي ممكن اتغادع عن التلات شهور بس باتفاق ما بين السلطة المختصة ما بين المهندس المالك. اللي هو صاحب الموقع ومهندس الماول. اقول له يا باشماندس مش هينفع التلات شهور دي. ممكن تبقى ستة شهور. ممكن تبقى عشر شهور يبقى بس باتفاق ما بين السلطات المختصة طيب نرجع للأساس ونقول مدة سيران العقد هتبقى مدة هات دي سلاسة شهور تعال نشوف اهو ويراعة تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسيران العطاءات بحيث لا تزيد عن ايه عن سلاسة اشهر ونركز على النقطة دي لان ممكن تجي لسؤال اكبل وممكن تجي لسؤال اختيار وهنشوف ايه النقطة دي مهمة جدا وبتتقرر في الامتحان بحيث لا تزيد عن سلاسة اشهر على انه في حالة الضرورة التي تحتمها طبيعة وظروف موضوع التعاقد فيجوز بموافقة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ايه ذلك يبقى في الحالة دي اهم حاجة ان طرح العطاء بتاعي لما اجي اطرح العطاء بتاعي بحدد وبكتب فيه العطاءات بتاعتي ان مدة شران العطاءات دي ما تزيدش عن تلات شهور هنجي نختلف بقى ونلجأ للمحاكم ونقطع بعد لا يا باش مهندس هنجي برضو بايه توضيح وجهات النظر هنجي نقول بس خلي بالك ان التلات شهور دولة ما ينفعش التنفيذ ايه مسلا ايه البرج بتاعنا دوت او مسلا المنتجع بتاعي ده او لا يا باش مهندس وايه قبل لي المسافة ايه ايه اكبر من تلات شهور خليها ليه مسلا ايه خمس شهور يبقى اهم حاجة القيادات كلها او السلطات كلها ايه اتفعت على على المدة برضو لازم ان تتكتب في العطاء ان هو تم ايه تم قبول الاقتراح وان المدة بدأ ما هي ثلاثة اشهر بقت مسلا ايه هنوضحها ولازم ان تتكتب في كراس الليه السروط ويتمد عليها بالموافقة من الطرفين من السلطة الايه المختصة من جميع الاطراف لازم ان تمضي بالموافقة عشان ما تجيش تقول لي لأ اصلا انت قلت لي بقق ايه لا في المؤيسات والمواصفات والعطاءات والفلوس والمعاملات مش هينفع الكلام بقق ايه وشافه والكلام دوت لا يا باش مهندس لازم ان كل كلمة بتتعامل تمام لازم ان تتكتب في كراس المواصفات اللي هي العطاء بتاعي اللي هو فيه الشروط اللي هيتم بناء عليها المشروع بتاعي تعال نكمل مع بعض وتحسب مدة صراحية العطاءات التاريخ الصلاحية اللي هو تاريخ العطاء بتاعي يبدأ من إمتى يا باش مهندس اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ابتداء من إيه أول ما أبدأ أفتح المظاريف بتاعت العطاءات يا باش مهندس يبقى بدأ من اليوم ده اللي انا حددت فيه. وهكتب كده في جريدة رسمية ان هو هيتم فتح المظاريف. تمام? في اليوم مسلا يوم التلاتة الموافق مسلا ايه التلاتين او مسلا تسعة وعشرين او على حسب التاريخ اللي احنا هنحدده. ونحدد كمان الساعة هيتم ايه هيتم فتح المظاريف في خلال في مسلا ايه في تمام الساعة السنة عشر. بتحدد كل الكلام ده اليوم والتاريخ والساعة. من بداية اليوم ده اللي تم فتح المظاريف فيه بدأ مدة سرايان العقد اللي هي مدته لا تزد عن كام? ثلاثة اشهر. تعال نكمل مع بعض. وتحسب مدة سرايان صلاحية العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية على ان يتم البت في المناسة والاختار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية ايه السرايان هذه العطاءات. هل يجوز? هل يجوز العمل ليلا? سؤال برضو من ضمن الاسئلة المهمة اللي بتيجي في الامتحانات بتاعتنا. هل يجوز العمل ليلا? او ايام العطالات? او ايام الجمعة? او ايام الاجازات الرسمية? هنشوف الكلام ده. ايوة يا بشمانديس. اول حاجة هو مبدئيا لا يجوز. بس انت يجوز? في حالة الضرورة القصوى. في حالة ان انا خايف ان انا مسلا شغال شغال في وقت مسلا حر وخايف على العمال او مسلا شغال على الوجهة بتاعتي على طريق عام وفي عربيات وخايف على اطلافها يا بشمهندس. تلا في العربيات ديت او ممكن حاجة تقع مسلا وانا شغال من على الوجهة تقع على حد تأدي به للوفاة. يبقى انا في الحالة ديت ان انا هتطر ان انا ايه? اشتغل بالليل. بس ايه متى يا بشمهندس? مش بمزاجي. لازم ان احصل على موافقة كتابية من مهندس الايه? من مهندس المالك. مهندس المالك اللي هو صاحب الارض. اخد منه موافقة زي ما قلنا ونرجع للأساس ونقول لك ايه? ما ينفعش شافه يا بشمهندس. تمام? واقول لك انا موافق كده. لا لازم ان اخد موافقة كتابية من مهندس المالك ان هو ما عندوش مانع ان انا اشتغل بالليل. بس خلي بالك حضرتك انت اللي طلبت ان انت تشتغل بالليل او ايام العطلات. الكلام دوت على ايه? على هوك انت? يبقى انت اللي طالب. يبقى اي تكلفة اضافية على حساب على حساب ايه? مهندس المقاول. ولازم ان يوفر اضاءة والاضاءة ديت اللي انت هتستخدمها بالليل. لازم ان توفرها على حسابك. تعال نشوف مع بعض كده. هو سؤال مهم وبيقول لي هل يجزل عمل ليلا? وكزلك ايام الجمع والعطلات الرسمية? هنقول لي يا بشمهندس لا يحق للمقاول ممارسة اي من الاعمال الدائمة ليلا او في ايام الجمع والعطلات الرسمية الا ايه? الا بازن كتابي. لازم ان تحصل على ازن كتابي. لان ممكن يجي مسلا اي اي لجنة من الحي ولا حاجة? يجي يقول لك مسلا ان انت شغل بالليل? هتقول له مسلا ده انا مستأذن مسلا من مهندس المالك. مهندس المالك لما يجبوه الراجل ده مستأذن. لا يا بشمهندس ما معرفش. يبقى حضرتك ايه? دخلت بايه? دخلت في حيطة سد. يبقى انت انت اللي هتحسب على الاخطاء ديت. لا يا بشمهندس. لو انت امنت ومشيت صح ان انت حصلت على تصريح كتابي. وممضي من المهندس اللي هو المالك. تمام? يبقى اي حد هيجي حاسب. لا يا بشمهندس انا معايا تصريح كتابه هو. وممضي من المهندس المالك. ان هو ما عندوش مانع. ان انا اشتغل ايه? اشتغل بالليل او اشتغل ايام العطلات الايه الرسمية. او ممكن مسلا فيه عندي في المنتجعة او الكنباود اللي انا شغال فيه. يجي مسلا الناس مسلا مأجزة. يجي يقول لك انت ازاي يا بشمهندس شغال في يوم الجمعة? او الشغال مسلا في يوم عطلة رسمية اجازة رسمية. هتقول له والله ما تتكلمش ايه? ما حدش تتكلم معي. انا واخد تصريح من ميه? من مهندس المالك. اللي هو صاحب الارض. يبقى حضرتك لما تيجي تتكلم معاه. لما تيجي تتكلم. يبقى توجه له الكلام. ما توجهه. ما توجهش الكلام ليه انا? يبقى. نرجع ونقول ايه? لا يحق للمقاول. لو المقاول او مهندس المقاول ممارسة اي من الاعمال الدائمة ليلا او في ايام الجمعة والعطلات الرسمية الا بازن كتابي. من مهندس مين? مهندس المالك اللي هو صاحب الارض او صاحب المشروع. وكذلك الحالات الاضطرارية التي يكون فيها العمل في هذه الاوقات ضروريا لزيادة معدلات الانجاز. لو انا عايز انجز واضغط في الشغل وبدل اما انا المدة بتاعتي مسلا اسبوع. لا انا عايز اخلص ليه? اخلص البند ده وانجز في حدود مثلا ثلاثة ايام افضل من اسبوع. ويبقى انا وفرتي. يبقى انا ممكن اشغل العمال اللي معايا. تمام? اشتغل فترة صباحية وفترة ايه? مساء ايه? اوضغط وكسف الشغل معايا واشغل الناس فترة صباحة بس مش بمزاجك. نرجع للاساس ونقول ايه? لازما تصريح ايه? تصريح كتابي. طيب. وكذلك الحالات الاضطرارية حضرتك بطر التي يكون فيها العمل في هذه الاوقات ضروريا لزيادة معدلات الانجاز او لحماية الممتلكات. عشان احمي ايه? الممتلكات. والارواح والاعمال والتزم المئاول والتزم المئاول بتوفير الاضاءة المناسبة للعمل ليلا على نفقات ايه? الخاص. يبقى مهندس المئاول هو اللي طلب كده? يبقى لازما يوفر الاضاءة في الحالة ديت يا باشمهندس على ايه? على نفقته هو? على حسابه هو الخاص? مش على حساب مين? ما تجيش تقول له مسلا انا هخلص لك الشغل وانجزه لك هو يا باشمهندس? دي بقى انت ايه? يبقى حضرتك مسلا ايه? هنتحسب على فترة مسائية. لا يا باشمهندس انت اللي طلبت ان انت تكسف شغل او تضغط شغل عشان تنجز في العمل وتعمل انتاج اعلى او مسلا ان العمال مسلا في شهر الرمضان ومش عارفين يصوموا مسلا في يصوموا مسلا في عشان الحر وكده هوت يبقى ممكن يريحوا طول فترة الصيام ويبدأوا الشغل من بعد المغرب. يبقى في الحالة دي بناء عشان تنجز يا باشمهندس وتعمل ضغط شغل وتنجز في العمل يبقى ممكن تشغل في الفترة ايه? من بعد من بعد العشة مسلا لغاية ايه? لغاية الصحور او لغاية مسلا الساعة ستة الناس الصحر والكمل لغاية الساعة ستة او سبعة وتروح بعد كده يبقى هي ايه? بعدة عن فترة الحر والشمس. تمام? يبقى انا خفت على ارواح الناس ديت ان هي ايه? يحصل له ايه? تخش في مرحلة الهلاك. طب تعال نشوف نقطة جديدة. ماذا يتم في حالة امتناع المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندس المالك? اللي هيتم لو مهندس لو مهندس اللي هو المقاول ده امتنع عن ايه? الحاجات اللي انا لاحصها جيه مسلا ويسلم لي شغل. تمام? الشغل ده في بعض الاخطاء وقولت له يا باش مهندس في اخطاء هنا لازم ان تتعدل. هو ما التزمش. يبقى ماذا يتم في حالة امتناع المقاول او مهندس المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندس المالك. اللي 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 يتم في الحالة ديت يا يا باش مهندس اول حاجة يبلغوا بالعيوب ويعملوا خصر بالعيوب اللي هي من المفروض ان هي يتم اصلاحها. ولما يتم اصلاحها يتم اصلاحها على حساب مين? مش على حساب مهندس المالك. يتم اصلاحها على حساب مهندس الايه? المقاول. لان انت يا باش مهندس احنا زي ما قلنا انت بتعمل الشغل ده وبتنفزه تبقى لكراسة الشروط. انت هتعمل بند الخرسانة ده مكوناته ايه? مكوناته تمانية من عشرة. متر مكعب زلط اربعة من عشرة. متر مكعب رام ربعمية وخمسين كيلو جرام اسمنت ويتم دكها جيدا بالمندلة. كل المواصفات دي. وقلت لك ان هي يتم سند جونة بالحفل او يتم مسلا رش الخرسانة مرتين يوميا. كل المواصفات ديت يا باش مهندس لازما بتكتب. لو انت ما نفستهاش وحصل نتيجة ان انت ما نفستش الكلام ده حصل عيب او تلف. اعمل لك حصر بالمساحات اللي هي من المفروض يتم علاجها وابلغك به. اقول لك يا باش مهندس تعالف مسلا يوم الخميس عشان نعمل حصر بالكلام دوت عشان حضرتك هتعالج الايه العيوب ديت اللي ايه او الحاجات اللي ايه فيها تلف. روحت انا مسلا ايه بعد ما انت قلتلي كده هو تروح تنفط يا عم ايه كبر دماغك وملتزمتش بالكلام ده اوقف العمل. مهندس المالك من حق ان هو يوقف العمل. هتيجي تقول لي انت كده هتخسرني. ما انت ملتزمتش وفيه شغل خلط. والشغل الخطأ ده هيترتب عليه برضو شغل الخطأ. فانت كده هو تملتزمتش بكراس العطاءات والمواصفات اللي انت اللي انت من مفروض ملتزم بيها. يبقى في الحالة ديت يا باشمانس هتعمل ايه اوقف العمل. وبعد كده هو تلو انت ملتزمتش برضو اجيب باول من بره واقول له صلح لي العيوب ديت. تمام? بعد ما تصلحها لي برضو مش على حسابي. من قيمة التأمين النهائي اللي هي قيمة خمسة في المية اللي حضرتك دفعها وشايلها في ايه في الخزنة. تمام? احاسب المقاول اللي انا جبته وصلح لي العيوب. تمام? يبقى انت كده هوت ده صلحت العيوب. من جبك انت? تمام? وفي نفس الوقت وقفت لك العمل. جمدت لك الشغل. يعني فيه غرامة تأخير لان انت كده او من المفروض ان البند الخرصانة ده حضرتك او بند المباني ده حضرتك هتسلموني في مدة مسلا خمساشر يوم. انا لما وقف لك الشغل دوت في مسلا تلات اربعة ايام. يبقى في الحالة دوت لا تشتغل صبح وليل عشان تكسف. ايه? وتعوض الفترة اللي انا جمدت لك فيها الشغل ووقفت لك فيها الشغل. تمام? او حضرتك هتسلمني متأخر. ففي الحالة ديت هتعملها ايه هدفعها غرامة تأخير برضو من جبك انت لو ما دفعتاش اخدها من الفلوس اللي ايه? اللي ماركونة على جنب اللي هو قمة التأمين الايه? ان الحال ما يزعلش. يبقى تعالى نقول ماذا يتم في حالة امتناع المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندس المالك? هنقول ايه? في حالة امتناع المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندس المالك? ايه لا هيحصل? يحق لمهندس المالك حصر الاعمال المعيبة وازالتها. يبقى مهندس المالك هيعمل ايه? هيعمل حصر للاعمال اللي فيها عيوب. ويتم ازالتها. بحضور مين? بحضور المقاول او مندوب عن المقاول بعد اختاره بكتاب موصي هبعط له خطاب هقول له تعالى عشان نعمل حصر للايه? لكمية العيوب اللي فيها كمية الاعمال اللي فيها عيوب او اخطاء او اجزاء تلفة عشان حضرتك برضو ان ايه? نتفي مع بعض ان الحاجات دي هتتعالج في فترة مسلا زمنية قدرها ادي كده. تمام? حضرتك ايه? قلت لما تكبر دماغك مش هعمل اغبط دماغك في الحط ما فيش مشكلة يا باش مهندس. اللي هيتم تعالى نكمل ونشوف الايه? التسلسل بتاعه. بكتاب موصي عليه وبعلم الوصول وفي حالة عدم حضوره يعتبر الحصر يعتبر الحصر وكأنه قد تم في حضوره يبقى حضرتك كده هو انت ملتزمتش باليوم اللي انا بلغتك برضو بخطاب رسمي وبعلم الوصول وحضرتك ملتزمتش يبقى انا ايه? هعمل الشغل ده وهحسبه وهمطره وحدد الاماكن اللي فيها عيوب واكنك ان انت موجود معي وبالزيادة. طيب بعد جهات يا باش مهندس ايه اللي هيتم تعالى نكمل مع بعض? في حالة امتناع المقاول عن تنفيذ تعليمات مهندس المالك بازالة او اصلاح العيوب في الفترة التي يحددها في امره الكتابي. تمام? ايه اللي هيحصل? فحق لمهندس المالك ان ينقف اول الحاجة هيعجب فيها ايه? ان هو يوقف سير العمل للفترة التي يحددها للمقاول ولا يحق للمقاول المطالبة باي تعويضات او مدد اضافية نظير هذا الايقاف. ولمهندس المالك الحق في تكليف مقاول اخر بتنفيذ هذه الاعمال على حساب المقاول وخصمها من مستحقاته دون اي تنبيه او انذار او الالتجاه الى القضاء مع تحمل المقاول ما ينتج عن ذلك من نتائك. كلام سهل وبسيط. يبقى حضرتك بلغتك بامر كتاب بخطاب كتابي. تمام? مكتوب عليه ان حضرتك هتبقى موجود معايا في اليوم ده. تمام? الساعة كزا. تمام? عشان نحصر الاعمال اللي هي التالفة اللي هي غير مطابقة لقراصة ايه? المواصفات والليه? والمناسات. او قراصة ايه? المواصفات بتاعتي. طيب حضرتك ملتزمتش باليوم ده? انا المهندس المالك هعمل الشغل دوت. واعمل له حص واكنك موجود واقف جنبي بالزبط. بعد جوات يا باش مهندس هقولك ان انا عملت الحص وتعالى عشان تصلح العيوب والليه? والحاجات والاجزاء التالفة دي. حضرتك ملتزمتش. هعجبك بس طبعا برضو ايه? بالقانون وبالقواعد بتاعتنا. اجمد اوقف لك الشغل. اقول لك اوقف الشغل مش هنكمل. قال لما نصلح العيوب ديت. هجيب مقاول وهيصد وهيعمل ازالة للحاجات ديت. هوقف لك الشغل عقابا بمعنى صح. بعقبك زي ما قلنا في الاول. اجمد لك الشغل مسلا اوقف لك لمدة اربع خمس ديام. يبقى انا بقى ايه? بقى اخلق كده هو التسليم البند ده يا باش مهندس. يبقى حضرتك هتدفع غرام التأخير. مش هنعمل مشاكل ونعمل خناقات مع بعض. لا يا باش مهندس. حضرتك كل اللي هيحصل. ان انا هوقف لك الشغل. وفي خلال الفترة دي هعمل ايه? هعمل ازالة وتصليح للاجزاء المعيوبة. اللي فيها عيوب. طيب. هتيجي تقول لي طب مسلا انت كده هو تجمدتلي الشغل. وهتأثر علي. لا يا باش مهندس. ما تطلبش مني. ان انا زود لك امد لك المدة او او اعمل الشغل ده من جيبي انا. لا يا باش مهندس. كل الكلام اللي هيتنفز ده. هيتنفز من جيبك انت. بس من من قيمة التأمين النهائي اللي حضرتك دفعتها اللي قيمتها كان خمسة في المية من قيمة العقد. تعالي نكمل مع بعض. ما الحالات التي يتم فيها فسخ العقد. ممكن ايه? ممكن اعمل فسخ للعقد. تمام? حصل ان احنا اتفقنا. وبدأنا نشتغل. بس ايه? ما عجبنيش الشغل. في الحالة ديت. هل يجوز? او الحالات التي يتم فيها فسخ العقد. مش عايز اكمل معاك الشغل. وعايز ايه? عايز مسلا او الشغل مش عجبني. تمام? او في عدم امانة. في الحالة ديت يا باش مهندس. عايز الجأ لم اول تاني او لمهندس ايه? لمهندس تاني. في ايه الحالات اللي انا هتخليني ان انا افسخ العقد اللي ما بينه وما بينك. اول حاجة انه يكون فيه غش في الغش في الخامات اللي انت مستخدمها. لجأت لحالة الغش. ممكن يكون حضرتك ما ديون. عليك ديون. ممكن يكون حضرتك اعلنت افلاسك. تمام? او المهندس اللي هو عمل اللي حصل ما بينه وما بينه. ايه اللي اتفاق? لقدر الله حصل حلو اه حصل عنده او هو توفى. في الحالة ديت يا باش مهندس في ايه? من حقي ان انا افسخ لايه? العقد اللي ما بينه وما بينه. يبقى اول حاجة لجأ للغش في الخامات او غش في 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 تنفيذ الاعمال. ما لجأش للايه? ما ارتبطش بكراسة لايه? المواصفات. كل ما نبه كل ما نبه عليه بتعديل الكلام ده او بتصحيح الاخطاء اكتر من كزا مرة. يبقى في الحالة ديت من حقي اوتوماتيك قانوني ان انا افسخ العقد ما بينه وما بينه. تعال نشوف الحالات التي يتم فيها فسخ العقد ومصادرة التأمين. يعني انا كمان ايه? هفسخ العقد ومش هرجع لك التأمين يا باش مهندس. اول حالة يفسخ العقد ويصادر التأمين بدون الاخلال بحق المالك بالتعويض وذلك في الحالات الاتية. او او النقطة ازا استعمل المقاول الغش او التلاعب او الرشوة. حصل وصني ان هو بغش او بدأ يتلاعب في في الخمات او في المسلا في الايه في الكميات بتاعتي تمام? في الحالة دي او بدأ ياخد رشوة مسلا يجيب لي مقاول من الباطن او 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 ويدفع رشوة للناس تمام? يبقى في الحالة دي ات ما فيش ثقة الراجل ده غشاش او بيه مرتشي يبقى في الحالة دي ات من حق اوتوماتيك ان انا افسخ الايه? افسخ العقد وايه? وما ادلوش كمان ومصادرة التأمين اللي هو دفعه اللي هو خمسة في المية. طيب النقطة التانية ازا افلس المقاول او قدم طلبا يشري افلاسه او توقف عن الدفع لدائني. لدائني او اجرى تسوية ودية معهم. يعني في الحالة دي ات اعلن افلاسه. دمام كده قد نركز مع بعض. النقطة دي اللي احنا بنتكلم عليها نقطة مهمة اول نقطة الحالات التي يتم فيها فسخ العقد اول نقطة ايه? انه هو لجأ المقاول مهندس المقاول لجأ للغش او التلاعب او الايه? او الرشوة. نمرة اتنين في من حق ان انا افسخ العقد يا باشموندس. لو مهندس المقاول اعلن افلاسه. تمام? او عليه دين? وطلب من الناس اللي هو اللي دا ينينه دولات انه هو يتم تسوية مسلا هتفعلك على اجزاء. يبقى كدوات يا باشموندس انت ممكن تدقني في دوامة مش هتنجز للشغل. يبقى انا من حق اوتوماتيك برضو ان انا ايه? افسخ العقد اللي ما بيني وما بينك. ومن حق يا اصادر الايه? التأمين? لان انت اهم من ضمن الشروط اللي هي بتخليني ابص على العقد. اول حاجة سمعة المقاول ده سمعته كويسة بينفز الشغل في المواعد المحددة وبينفزه على جودة عالية ولا هيتعبنا? بلاش منه يا باشموندس? رقم تلاتة من الحالات التي يتم فيها فسخ العقد ومصادرة التأمين. تلاتة ازا تقررت مخالفته لنصوص الايه? العقد. لو اتقرر مرة واتنين وتلاتة انا تعبت معك يا باشموندس من حقي ان انا افسخ الايه? العقد. وهو مصادرة التأمين. يبقى اول حاجة اول حاجة من ضمن الحالات اللي تسمح لي بفزق العقد. المهندس اللي لجأ للغش التلاعب الرشوة رقم اتنين. من حقي ازا تقررت مش شرط ان احنا نقول بالترتيب يا باشموندس. لا ممكن اقول مسلا رقم واحد رقم تلاتة اي نقطة تيجي في الاول عادي هتاخد درقتك ايه مزبوطة وهتاخد حقك ايه ايه العشر درقات هي العشر درقات مش هتفرم معي. يبقى دي النقطة التانية ازا تقررت الليه قصرة اه قصرة المخلفات وعدم تنفيذ اوامر مهندس المالك من حق ان انا ايه انافز اللي هو فسخ الايه العقد. طيب تعال نشوف النقطة الرابعة في حالة حل الشركة او تصفياتها. الشركة اللي انا متعقد معاها حصل ايه ان الاعضاء اللي موجودين فيها اتحلوا عن بعد وفصلوا الشغل عن بعض يوم. لا احنا عن صف الشركة. تمام? يبقى كل واحد راح في اتجاه. يبقى في الحالة دية من حقي ان انا افسخ افسخ العقد وصادر لان انا لسه هيعطلوني لسه هل جاء لي مين? لا مش خلي بالك. واحد هو تقعد وبيتابعنا وبيقول لي احنا لسه هنعمل بقى منقصة من اول وجديد. لا يا باشماندس. هنرجع ونبص على المظريف اللي هي اللي تقدمت وهنجيب اقل واحد قبل اللي انا اللي اخترته. اللي هو مسلا لو انا اخترت واحد ماقدم لي ماقدم لي الشغل بعشر تلاف مسلا. وفي واحد ماقدم لي بعشر تلاف ومتين. يبقى انها ايه? خلاص انا اخترت في الاول ابعشر تلاف. مش هعدي المناقصة بقى من اول وجديد وتعطن والدو ايه? وتخلينا اخش مسلا في وقت وايه? واخسر وقت واخسر واخسر شغلي. لا يا باشماندس. هتضطر ان انت تبص على العقد اللي بعده اللي هو العطى. اللي هو اللي بعده على طول مباشرة اللي هو كان مقدمه بيه بعشر تلاف ومتين او عشر تلاف وخمسمية. يبقى هو ده اتم اختاره ان ايه يا باشماندس تم ارسال العطى عليك. عندك استعداد دي تجي تكمل الشغل ايه يا باشماندس ادفع قومة التأمين النهائي لقى الخمسة في المية وابدى استلم الشغل وكمل شغلك يا باشماندس. يبقى من ضمن الحالات التي يتم فيها فسخ العقد ومصادرة التأمين رقم خمسة ازا توفى المتعاقد جازة للجهة الادارية فسخ العقد مع رد التأمين. يبقى في الحالة دي طبعا الراجل مات يبقى مش موت وخراب دي لا يا باشماندس. يبقى في الحالة دي ما اقدرش صدر ايه التأمين لان ده حاجة خارجة عن ارادتنا طالما حصلت حالة وفاة يبقى في الحالة دي هرد ايه قيمة التأمين. ازا توفى المتعاقد جازة للجهة الادارية فسخ العقد مع رد التأمين ازا لم تكن لها ايه مطالبات ما هي مدة الضمان مدة الضمان انا خلصت الشغل خلصت العمل بتاعي تمام طيب ليه المفروض بعد اما خلصت الشغل على المفتاح وسلمته لك مدة ضمان زي ما بتشتري مسلا ايه زي ما بتشتري جهاز كدوة يقول لك ايه الجهاز دوة ضمان عشر سنين لا يا باشماندز مدة ضمان الشغل المبنى دوت الاعمال اللي انت او البند اللي انت نفسه ده ليه ضمان اه ليه ضمان الضمان بتاع قد ايه يا باشماندز تعال نشوف مع بعدي كده يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن التنفيذها على الوجه الاكمل لمدة ايه لمدة سنة واحدة امتى يبقى مدة ضمان المدة ضمان الأعمال بايه مدة هقده يا باشماندتز المقاول عامة يا باشماندز بيضمن الشغل بتاعه لمدة ايه لمدة سنة طيب المدة دية بتبدأ من امتى من تاريخ الايه التسليم اللي ابتداء من تاريخ الايه من تاريخ السليم اللي ابتداء ضون اخلال بضمان العشرة السنوات عملا بنص القانون المدني المصري عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان تبقى لشروط التعاقد. فاذا ظهر بها اي خلل او عيب يقوم باصلاحه على نفقته واذا قصر في اجراء ذلك فللجهة الادارية ان تجريع على نفقته. برضو نفس الكلام. يبقى مدة الضمان اديها باش مهندسين? مدة الضمان قلنا سنة واحدة. طيب السنة ديت لو حصل اي تلف او عيب عيب من من الحاجة ذات نفسها. تمام? مش مش البني ادم ليه دخل مسلا في التلف ده ان هو مسلا سوء استعمال. لا يا باش مهندس. ده نتيجة ان الخامة اللي انا استخدمتها في الصالحة او التلف ده موجود ان انا ما صممتش الحاجة ديت بالمواصفاته اللي هو منصوص عليها. يبقى في الحالة ديت هيتم اصلاحها على ايه? نفقت المهندس المقاول. طب لو ما لتزمش هنفزها يا باش مهندس واصلحها بس على ايه? على قيمة الليه التأمين النهائي اللي هو دفعه. طيب يا باش مهندس التاريخ ده اللي هو السنة ديت بتبدأ من امتى? من اول ما بسلمك تسليم ابتدائي. يعني انا بقول لك في الاول اهو تعال اتفرق على الشغل قدواتي. يبقى ده اسمه تسليم ايه? ابتدائي. لما لما سلمك كل حاجة وبالمفاتيح يبقى في الحالة ديت. بيبدأ الناس تبدأ تسليم الشواء وتسكن فيها. يبقى ده اسمه تسليم ايه? التسليم النهائي. تعال نكمل مع بعض. يبقى احنا كده وصلنا وركزنا مع بعض في الجزء الاول من الحلقة اللي هو بيكلم على ليه? المواصفات والعطاءات. طب نتكلم على الجزء التاني. للاسف كده هو وقت حلقتنا انتهى. تمام? والوقتنا خطفنا. هنكمل ان شاء الله. او او حضركم طبعا خلاص ده وقت مراجعة. يبقى كده هو وقت مش هنقدر نكمل في حلقات سابقة او حلقات قادمة ان شاء الله. فممكن شبابنا يرجع للحلقات اللي 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 فاتت. اللي نزل على قناة التعليم الفني. وبرضه هنتواصل مع بعض. وكل عام وحضراتكم بخير. واشكر كل من ساهم في هذا العمل. والقائمين على الكاميرا بتاعتنا على مجهودهم الرائع ده. وكل عام وحضراتكم بخير. والى لقاء اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.